إذن مشاهدين وبحسب التقرير الدولي فإن ارتفاع كلفة المحروقات ستؤدي لارتفاع تكاليف النقل إلى درجة أن يمتنع الناس عن طلب المساعدة المنقذة للحياة والعلاج الطبي كما أيضا من المحتمل وفق التقرير أن ينخفض الوصول إلى الخدمات وبرامج الدعم الأخرى مثل نقاط توزيع الطعام كذلك ستضطر الشركات إلى خفض طاقتها الانتاجية لأن الزيادات في الأسعار تؤثر على أعمال القطاع الخاص التي تحتاج سلعها إلى النقل أو التي تستخدم الوقود كمدخل رئيسي لتشغيل خطوط إنتاجها وبحسب التقرير يمكن أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى تعطيل سلاسل التوريد للأسواق المحلية ما يؤثر على توافر بعض السلع بالإضافة أيضا إلى احتمالية تأثر الإنتاج الزراعي بسبب زيادة تكلفة ريء الأراضي خارج موسم الأمطار والنقل والمدخلات الزراعية كذلك فإنه من المرجح أن ترتفع تكاليف تنفيذ العمليات الإنسانية بزيادة تكاليف التشغيل في جميع قطاعات التدخل